تثميناً لتضحياتهم التي بذلت من أجل درء الخطر عن الوطن والمقدسات والتي توجت بارتقائهم إلى أعالي الجنان بمبادرة لرد الجميل الخاصة بإسكان عوائل الشهداء في بيوت تليق بهم التي أطلقتها فرقة العباس عليه السلام القتالية وتبنتها العتبة العباسية المطهرة من خلال قسم الصيانة الهندسية التابع لها الذي واصل الليل بالنهار لإظهارها بأبهى صورة قام قسم الصيانة الهندسية وبجهود فرقة العباس القتالية بتسهيل الأمور وتاحت الفرصة لقسم الصيانة الهندسية وعطاهم القطعة الأرض الخاصة بإنشاء هذه الدور الحمد لله وشكر وصلنا إلى إنجاز 95% وقريب التسليم إن شاء الله وهذه البادرة يعني إن شاء الله راح تلحقها بوادر أخرى أياد كفوأة أجادت في بناء هذا المشروع الإنساني الذي يمثل الوفاء لشهداء وعوائلهم إذ يعد من المشاريع الداعمة والساندة لهكذا شريحة حيث شيدت وحدات سكنية متكاملة سممت بطرق حديثة وعصرية مجهزة بجميع وسائل الراحة يتكون مجمع الوفاء الأول من ثمان دور مساحة الدار الواحدة 200 متر مربع يتكون الدار الواحد من غرفتين نوم وصالة داخلية وصالة ثانية واستقبال ومجموعتين صحية داخلية وخارجية ومطبخ يتكون الدار الواحد من طابق واحد تم عداد المخططات الإنشائية والمعمارية في قسم الصيانة الهندسية وعلى أخذ بنظر الاعتبار جميع المواصفات الفنية ومتطلبات الجهة المستفيدة أيام قلائل هي التي تحول بين الاستلام والتسليم من الأياد التي جادت وأبدعت في الإنشاء إلى الأياد التي صبرت على فراق الشهداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر